حفظكم الله وهذا سائل يقول ما رأي فضلتكم في قول من يقول أن هناك أحاديث بغي أن تحذف من صحيح البخاري هذا لا يعرف صحيح البخاري ولا لقيمة عنده وإلا لو كان يعرف قدر نفسه أول ما تكلم بهالكلام تكلم في صحيح البخاري من أنت حتى تتكلم في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل فأنه يجي واحد إما ظال صاحب فكر خبيث وإلا جاهل ما هو ظال لكنه جاهل يتكلم بما لا يعرف فلا يجوز الطعام في صحيح البخاري ولا في غيره من كتب الحديث بغير علم يتكلم الإنسان بدون علم أو ينقل كلام الذي لا يدري يقول أنه فلان يقول كذا لا تنقل كلام الناس وأنت ما تعرف خل كلام الناس بذمامهم لا تنقلوا أنت وتحمل الإثم لا تنقل كلام الناس بغير علم